طبعاً حقيقيك ناقط فاني كبير ويمكن الأفلام القصيرة بتكون مهتمة بيها لكن بالنسبة للجمهور تفتكر إنه هو بقى فيه إن الجمهور بقى يتفرج وحابب الأفلام القصيرة أو لا؟ لا هو ثقافة الفيلم القصير للأسف مش قادرة توصل لسه للجمهور هو الواضح في آخر كم سنة أحسن بكتير إنه بقى فيه أفل يعني مهرجان عاجبني سؤالك جداً للأفلام القصيرة على فكرة بتبقى عندها قدرة على الحكي وعلى تقديم أضايا اجتماعية وإنسانية أكبر بكتير من الأفلام الطويلة لأسباب كتيرة جداً أولاً هي مش مطالبة بتحقيق أرباح لإنفع تتصور بتكلفة أقل معظم المخيرين بيبقى عندهم جرأة في الطرحة وعلى فكرة بيبقى فيه نجوم كتير موجودين فيها يعني كلمنا عن نكمل الباشا ببطل فيلم ما بعد الممثل الفلسطيني الكبير محمد بكري فيها نجوم يعني مش أفلام تجربية أو أفلام مشاريع التخارج اللي اتطور لفترة الأخيرة أنه بقى فيه مهرجانات أكتر للقصير بقى فيه مثلاً سينما زي سينما زاوية بتعرض أفلام قصيرة بعض منصات المشاهدة المدفوعة بتعرض أفلام قصيرة لكن لسه محتاجين نقنع الجمهور أنك ممكن تتفرج على فيلم قصير مدة 20 دقيقة أبداً ما تتفرج على الكمينج سون اللي بيبقى قبل الأفلام أنك ممكن تروح مثلاً تشوف 3 أفلام قصيرة في بروجرام واحد وتدفع فيهم فلوس وبرضو الجمهور مش بتعود يدفع فلوس في الأفلام الفنية لكن أعتقد أن المنصات الأونلاين هتفرق جداً في المرحلة الجاية فيما يتعلق بالأفلام القصيرة هتخليها متاحة تفتكر أن فيه طبعاً أبطال وأسماء كبيرة ساعات بيعملوا أفلام قصيرة بس يمكن أن الناس لسه مش عندهم الحتة بتاعت أنه ممكن يروح يتفرج أو يدونلود فيلم قصير ويتفرج عليه عشان دايماً ما يبقى باش فيه أسماء معروفة قوي لا هو علشان الأفلام القصيرة يعني دايماً بتبقى موجهها الجمهور النخباوي شوية عشان كده محتاجين إنهم يتعودوا ممكن يتعمل أفلام قصيرة تجارية أفلام قصيرة كوميدية وإن الناس تعاف تلاقيها بشكل أسهل من كده كمان الدعاية هو أفلام القصيرة بتبقى ميزانياتها محدودة شوية بتبقى محدودة فمش قادر يعمل حمل عمره ما هيعمل طبعاً إعلان على كبر اكتوبر طبعاً فيلم قصير يعني يعني مثلاً أنا لما هكتب على مثلاً الفيلم اللي كلمنا عنه من شوية أكيد ده بقى فيه عشرة عشرين خمسين واحد عايزة تفرغوا عليه بس وبعدين لو لازم بقى أكتر من حد يكتب يعني أنا شايف إنه مش عيب خالص يبقى فيه نقاط متخصصين في النوع ده من الفيلم القصيرة بس عارف حاملة زي في المصر زي المونودراما مثلاً هتلاقي المونودراما مع لهاش اهتمام فن جميل جداً علشان في الآخر ما فيش نجم واحد اللي على الخشبة فالموضع ده بيتحسن أو زي ما قلت لك خصوة موضوع منصات لكن هيفرق جداً فعلاً لو بقى فيه منصات يعني متاحة بالمناسبة دي لما الفنان عصام عمر نجح فيه مسلسل بلتو كان هو عامل فيلم قصير اسمه شفت مساين الفيلم ده عمل 300 و 400 ألف مشاهدة على يوتيوب بعد نجاح في مسلسل بلتو فساعات برضو بيبقى فيه أفلام عندها حظ حلو يعني إنها ترجع تاني ناس تشوفها لما الممثل اللي فيها يتعرف يتعرف أكثر اختيار أحمد الغندور الردحيح إنه هو يقدم مهرجان الجونة وكمان الحديث عن تاريخ السينما إيه رأيك فيه بصي هو كنا كنا نمي مشوهي على إن موضوع السجادة الحمرة ده بقى حاجة مستعدسة أخب كم سنة كمان بقى مستحدث إنه يبقى فيه مفاجآت في حفلة الافتتاح وإنه يبقى فيه مخرج مخصوص ده بيحصل برا في المهرجانات أكيد دايما وفي الأوسكار يعني بيحصل النوع ده فأنا شايف أنه كان دور من أكتر المؤثرين الموجودين على السوشيال ميديا اليوم جماهيرية والموضوع اللي اتكلم فيه دايما هو يعني متعوب على السكريبت ومتعوب على المحتوى يمكن الملاحظة اللي عندي الوحيدة إنه أو ملاحظتين الأولانية إنه بيبقى أحسن في المسجل عن الهوى الحاجة التانية التفاعل كان معاه أقل من النجوم هل ده لي علاقة بأن النجوم مش جمهوره يعني جمهوره أكتر شباب فيمكن ما كانش بيوصل لهم الإفعاد دي حاجة هم بيسألوا عليها لكن أعتقد أنه كان اختيار جيد أو على الأقل إن اجتهاد من إدارة المهرجان هتجيب وجه مش محروق وعايز أقولك الفنان أحمد أمين أنا أعصرت أنه من جزء من شهريته أنه عمل مقدمة زي دي في افتتاء أحد المهرجانات في القاهرة فهذه المقدمة أحيانا بتصنع يعني بتصنع نجوم يعني